أهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الحياة فرحانين نكون معاكم هذا الوقت هذا اليوم الخاص مع بعض من المقدمي برامج قناة الحياة معنا الأخت فرحة أهلا يا أختي إيمان أيوة ومعنا الأخ مالك مساء الخير أخت إيمان مساء الخير ومعنا الأخت مارينا أهلا أخت إيمان والأستاذ محمد لمسية أهلا وسهلا فرحانين نكونوا مع بعض محتفلين بالسنة العشرين على بداية قناة الحياة أخت فرحة أنا مش مصدقة نفسي يا أختي إيمان أني مرت عشرين سنة على قناة الحياة قناة الحياة يعني كانت فعلا مفاجأة جميلة جدا صح وجدت في وقت مناسب جدا صح واستمرت لغاية دلوقتي متبركة بيها صح وبصلي أني تكون بركة لجميع القنوات وبركة للناس كلها آمين آمين نحن هذه السنة سنة 2023 ستكون السنة العشرين على بداية قناة الحياة وكان فيه كثير برامج نحاول نحتفل ونذكر بما صنع الله من خلال قناة الحياة الأخ مالك شو ممكن تقول لنا على أنا بحاول أتكلم مغربي على شوية مصري على شوية على شوية سوري على شوية سوري بالحقيقة مرور عشرين سنة على قناة الحياة فعلا الرب له إيد كبيرة جدا في هذه القناة التحديات كانت كبيرة للعالم الروحي والكنائس لا سيمة بفترة ما قبل كورونا بقليل وفترة كورونا يعني كثير من المؤسسات الكبرى نهارت وعندها اقتصاد متين فالقناة قدرة تستمر واستمرارها هذا بدلئني بركة خاصة بوضع على إيد المسؤولين على هذه القناة حتى قدروا يشتازوا مرحلة صعبة وتحدي كبير واليوم نحن موجودين في السنة العشرين وهذا في الحقيقة إنجاز يعني رائع إلا هي موجودين صح صح أكيد أكيد أخت مارينا كمان معنا مرحبا بيك مرحبا يا أخي إيمان وأنا كمان مبسطة جدا أننا بحتفل مع فريقات الحياة بعشرين سنة عدت كلها سمار وإياما شفنا من خلال قناة الحياة عابرين كتير جدا عارفوا الحقيقة صح يتابعوا برامج كتيرة صح وربنا تمجت فعلا من خلال برامج متنوعة صح وفعلا يعني شفنا سمارها وإحنا فرحانين جدا أمين إن ربنا نبارك القناة وإنها بتستمر وربنا يباركها وتستمر أكتر وأكتر والنظر عشرين سنة تانية ونجيب نفوس أكتر أكتر للمسيح تجيب نفوس أكتر صح الأستاذ محمد المسيح مرحبا بك والد بلادي قناة الحياة يعني النجاح اللي حققته في الظرف ديال أكتر من عشرين سنة صح هو كان بداية حقيقية لولادة نجم جديد في 2003 صح لأن كما تعرفوا بأن الظروف كانت تختلف صح حدث سيبطانبر وكانت القاعدة وكان مشاكل كثير صح وكان لازم أن قناة تصعد وتتكلم في هذه الإشكاليات اللي حصلت لي أصبحت معضلة عند العالم كله صح حابة نعرف من قبل ما ندخله في المواضيع حابة نعرف بداية كل واحد فينا يعني إمتى كان بداية كل واحد فينا وتبدأ طرح يعني أنا بالنسبة لي أنا طبعا من بداية قناة الحياة من أول يوم لما طلعت بالمحتوى بتاعها أنا كنت بعرف مدير قناة الحياة معرفة شخصية صح وتشاركنا في الموضوع ده بس الصراحة يعني بالنسبة لي أنا كان طالب مني أن أنا أخرج في قناة الحياة وأعمل برامج أنا كنت لسه هيبة الموضوع وحب أن أنا أشوف أهلي كنت ليا فترة طويلة ما شوفتهم وطلعت أمر أخذت القرار عايزاني أقول بسرعة أخذت القرار ببساطة بعد فترة يعني تفكير كتير سنة 2008 شوف من 2003 والثلاثة و2008 ولما سفرت مصر وشوفت ماما وسفرت خفية وروحت وهم عارفيني أن أنا جاية خفية في ذاك الوقت كنت معروفة أنه أنت مؤحية على مستوى المصر كلها يعني فروحت خفية وقابلت ماما لقيت ماما بتقابلني مقابلة عجيبة الشكل قاعدة كانت قاعدة بتصلي فسلمت عليها سلمت عليها كده وسيباني برضو عملة تصلي 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 فترة طويلة قوي فقلت لها ماما أنا حمشي دلوقتي بتقول لي ماشي أعطى فكر في نفسي قلت هي بتحب الإله اللي هو يعني فالس بالشكل ده وأنا مش راضي أخدم المسيح اللي هو الحق بعد ما قالت لي كده روحت قلت خدت القرار قلت من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء أنا بحب المسيح أكتر من ماما ما بتحب إله أنا بحب إلهي فخدت القرار اتصلت بمدير قناة الحياة فمباشرة الأخ رشيد اتصل بي طبعا بناء على طلب مدير قناة الحياة وخدت القرار امت طلع في برنامج كان أيامها سؤال جريء أمين وإحنا استفدنا وفرحنا وفي ناس كتير تشجعت أكيد يعني الحمد لله على الخطوة اللي أخدتها يأتي هو الرب أخ مالك كبداياتك يعني ممكن نحن نقسم بداياتي مع قناة الحياة إلى مرحلتين مرحلت معرفت القناة الحياة ومرحلت اللي يكون جزء من فريق قناة الحياة أول مرة شهدت القناة الحياة وكانت بالصدفة في الحقيقة عبر الأخمار الصناعية فوجدت أني عنده برامج توجه نقدا للإسلام بطريقة علمية يوجد استعراض للكتب الإسلامية يوجد مناقشة لكتب التفسير والحديث صح فكان بالنسبة لي أمر مفاجئ أن أشاهد قناة بهذا الشكل يوجد أشخاص حقيقيون موجودين وراء الشاشة لا يخفون وجوهم التقليد كان نحن موجودين في ثقافة ما زلنا في ثقافة الجريء فينا اللي كان ممكن يكتب كتاب أو ربما يكتب مقالة عبر الإنترنت لم يحدث أبدا أن الشخص خرج في وجه يتحدث في المواضيع الدقيقة والهامة جدا صح فهذا شيء شدني لقناة الحياة ورغم أن لم أكن مسيحيا ولكن حبيت أني أتابع برامجها وفعلا كنت أحاول قدر الإمكان أتابع برامج اللي تعالج القضايا الإسلامية هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية صار في التواصل مع البعض بمعنى قدمت أرسلت بعض الرسائل للأعزاء في قناة الحياة وكانت طبعا في أصدقاء مشتركون بيني وبيني قناة الحياة أحيانا قاسم مشترك صح ومن خلاله كمان أول مشاركة في قناة الحياة كالضيف قدمت ثلاث حلقات مع الأخ رشيد بأوقات مختلفة كالضيف ولاحقا الأمور صرت أقرب وأقرب لفكر قناة الحياة والإيمان اللي وراء قناة الحياة ونضمت للفريق كبداية ولكن لم أخرج فورا إلى التدباس أمام الشاشة أمام الشاشة صحيح بسبب أني كانت مكلفة أني ممكن أشتغل في القضايا الفكري أكثر بمعنى أشتغل في مساء تخص صفحة الإنترنت بعض الأمور التي أيضا ضرورية للمستمعين والمشاهدين طبعا في مرحلة معينة وفيما بعد تم أني نحن حاليا معنا برنامج خاص في القرآن نحن جميع البرامج في قناة الحياة تتطرق أو تعالج أحيانا في القرآن لماذا لا يكون لنا برنامج خاص في قناة الحياة وبالفعل الأخوة رشحوا البرنامج أنا والأخت فرحة لننطلق بهذا البرنامج عندك وقت تقريبا إمتى تبتدى هذا البرنامج؟ من حوالي تسع سنوات بدل المشوار أنا والأخت فرحة وكانت سنوات نلتقي دائما أنا والأخت فرحة نهيئ المادة بالسكايبي ثم نلتقي في أماكن التسجيل ممتاز وبعد ذلك الأخت فرحة قبلت بلاء كبيرا معي ولكن أخت فرحة كان عندها طموح كبير أني تتابعة في فتحة جبهات كثيرة للمعارك ممتاز نشكر الله أخت مارينا البداياتك في قناة الحياة طبعا أنتو كلكم من خلفية إسلامية لكن أنا لأ أنا من خلفية مسيحية وأنا كان يعني عندي اهتمام كبير جدا أنا بحب أعرف الإسلاميات وبحب أتكلم قبل قناة الحياة كانت عندي خدمة على الإنترنت منين جاك هذا الاهتمام بالأمور الإسلامية؟ الحاجة ربنا حاطتها جواه أنا بحب المسلمين جدا وعايزهم يعرفوا الحقيقة صح وده من حبي فيهم يعني فبحب أكلمهم ربنا حاطت فيي الموضوع ده من أنا حتى يعني أنا صغيرة يعني فكان عندي خدمة إنترنت كنت بعرف المدير قبل طبعا ما يكون مدير قناة الحياة كنت بخدم معي برغم أن كان عنده غرفة للعابرين بس كنت برضو منضمة معيهم بخدم معي قبليها فلما يعني فابتديت أعمل أول مرة شاركت بالصوت بس كانت مداخلة في برنامج المرأة المسلمة وحصل بعد كده شوية حاجات فابتديت يعني أعمل يعني أشتغل في الإعداد شوية في البرنامج فانضمت معيهم من خلال الصوت بس يعني كنت بشارك بمداخلات كل حلقة بشارك بمداخلات بصوتية فقط مش هقدر أطلع طبعا أنا مسيحية ويعني يعني صعب علي في الأول قاتل كذا سنة كده بعدين عادنا نصلي بقى كل الناس يلا طلعي طلعي وقلنا نصلي لكل شيء تحت سمع وقته صليته ربنا يعني في الوقت المناسب طلع طلعي الرب صالح أمين الحالة دي الأستاذ محمد المسيح أنا شوي مختلفة فسؤالي يعني بداياتك مع قناة الحياة ولكن قبل أنت تقدم مادة علمية بحثية فلماذا اخترت قناة الحياة دون القنوات الأخرى باش تقدم هاد المادة جالك وانت كتعود لنا حتى على البدايات كالك جاوبنا كانت البدايات يعني في تقريبا في 2005 لما لما شفت تمييز دي القناة الحياة لأنها بدأت تتكلم في مواضيع جريئة اللي حتى شيء قناة اللي كانت سواء قناة ماسيحية أو قناة إسلامية أنها بدأت تتكلم في مواضيع اللي هي جريئة اللي حتى الشيوخ والفقهاء ما كيقدوش يدخلوا لهذه المنطقة اللي هي حساسة بالنسبة العقيدة الإسلامية فكان هاد التمييز اللي خلاني نتابع هاد القناة ونشوف شنو شنو اللي ممكن لهم يقدموا والشيء الرائع أنني وجدت ناس اللي هما بحال المرحوم إلياس المقديسي يعني كان كان شخصية عنده إلمام بالإسلام رغم الناس كنالي كان يطلعوا في الأوائل تهم على قناة الحياة كان عنده إلمام بالإسلاميات رغم أنه كان هو مسيحي من خلف يعني كان مسيحي طول حياته ولكن كان عنده هذا الهتمام وكان عنده واحد الحوار مهم جدا ومن بعد لما جاء أبونا زكريا وجاء الأخ رشيد في سؤال جريء هاد أعطاوا دفع أخرى لهذه القناة وخلى أن المضوع ما بقاش طابوهات بدا يخرج العالم بداية تكلم فيه الصحافة فهذا اللي خلاني نهتم بهذه القناة كثير من غيرها لأنها كانت فريدة من نوعها وباقية إلى الآن رغم أن بعض القنوات كتقلد القناة الحياة ولكن كتبقى هي متميزة لأنها أخذت واحد الأشوار كبيرة قبل من هذه القناوات وغادية افتجاهها رائع جدا وهناك نشكر الإدارة لأن فعلا الإدارة خدمت من كل قلبها على تسيير هذه المؤسسة ونجحات الشيء يعني البداية أول بداية كان بالصوت فقط لأنه كان الموضوع على ما أتذكر كان في سؤال جريء كان الأخ رشيد كان استضاف الأستاذي عليه على موضوع صنعاء على ما أتذكر وكان طلب مني أنني نعمل مداخلة فهذا الوقت أنا كنت خايف لأنه كما كنت تعرفي أن هذه المواضيع خصوصا مسألة دي القرآن والمخطوطات هي مسألة حساسة أنا مغريبي وباقي نمشي لبلادي ونزور أهلي لا أريد أن نعمل مشاكل مع أهل ديالي فكنت في الأول خايف وكانت مداخلة فقط من باب الاختصاص لأن أنا كانت أشتغل على مواد علمية في إطار علم المخطوطات وعلم المخطوطات وحتف في مادة فقه اللغة المقارن فكان الأخرى شيء تستضافني بالصوت فقط ولما شفت حتى كانت جريبة بالنسبة لي أنني نشوف كيف شردت الفعل الناس اللي كيعرفوا الصوت ديالي بحل عائلة مثلا وما لقيتش كان الأخ ديالي اللي هو في مركز حساس في المغرب وكنت سولته إلا كان إمكانية أنني نطلع بالظهور فهو قال أنت لازم تكون عندك توجه علمي محد صحيح ما تدخلش العاطفة ما تدخلش في الإيمان ولا تتشي حاجة تصير غير مع الجانب العلمي العلمي وخلي الناس هذا صحيح فأول ظهوري كان في قناة الحياة كان مع الأستاذ حامد عبد الصمد في صندوق الإسلام من ناحية أنه كان يبحث على موضوع المخطوطات وشاف أن هذا الموضوع حتى واحد ما تتكلم فيه صحيح أي قناة ما عمرهم تكلموا عليه وكتشف بأنه ومشي فقط سمحي على المقاطعة مشي فقط القنوات المسيحية بل حتى القنوات الإعلامية العربية العربية الإسلامية نعم حتى القنوات الدينية الإسلامية ما تستطعش تكلم في هذا الموضوع صحيح فكان اكتشف واحد المعلومة أن ثاني أقدم مخطوطة في العالم أو مصحف في العالم كان مصري ونقلوه الفرنسا في عهد نابوليون بونابارت من طرف جون جوزيف مارسيل وكان بالنسبة لي شيء فعلا يستحق أنه يتكلم فيه صحيح ودك شالش كان يلقى أنه جوج ديال الناس اللي كانوا مختصين في هاد في عرب 328A و 328B كان الأستاذ فرانسوا ديروش والعبد والأستاذ واحد من المسيح نعم حنا كنهضروا دبا مع بعضنا البعض كنت حابا نعرف طبعا أكيد كل واحد فينا عندما اختار أنه يطلع على قناة الحياة كان هناك ثمن طبعا فكل واحد فينا نشاركوا مع بعضنا البعض يعني ماذا كان الثمن الحقيقة مهما دفعنا الثمن مبدئيا مش هيكون الحاجة الحلوة اللي احنا خدناها صح الثمن اللي دفعوا المسيح من أجلنا فده يعتبر رخيص جدا جدا قدام الثمن الحاجة الجميلة اللي خدناها وهي الحياة الأبدية صح أنا طبعا طبيعي التمن إن كان أهلي كانوا زعلانين مني إن أنا بقيت مسحية لكن لما ظهرت على قناة الحياة أعطعوا العلاقة تماما 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 واو بالأحفاد بالأولاد كلهم وكأنك لم تكوني كأني لم أكون تماما واو مش موجودة في حياتهم فده تمن كبير طبعا لما الواحد يبقى بيفكر في الزكريات صح وجايين من رحم واحد وإخوة ما حضرتش موت ماما ما حضرتش موت أختي الكلام ده كان صعب بالنسبالي بس أنا دايما من نوع اللي بحب أشوف النقطة الحلوة الحلوة هو إيه؟ فيه نفوس جت صح نفوس جت للرب صح يعني طبعا من رب استخدمني كأيناء يعني صح ليه يا الفضل خالص دي حاجة الحاجة التانية أنا مجدت للرب أنا حبيت للرب قلت له أنا بحبك بجد صح مهما يكون التمن كبير اللي أنا حدفعه طبعا المراس والكلام ده كله برضو ضع وده بعتبره نفاية صح قدام معرفة ربنا يسوع المسيح صح صح وقدام إن أنا طلعت في خناة الحياة ونسا أخ مالك بالحقيقة تجربتي مشابعة بعض الشيء اللي تجربت الأخت فرحة لما بديت مشارختي في خناة الحياة الخسارة الأولى أني شخص يتعرض إلى ضغط نفسي من الأقارب والأهل بمعنى أنت لك اختيارك الديني فرضا أنت اخترت فلماذا يجب أن يجب أن تشهر إيمانك على الملأ وتجعلنا في موقف محرج أمام المجتمع بمعنى الضغط كان من جهة أن أنت سببت العائلة إحراجا أو إجتماعيا أو بين قوسين البعض ممكن أن يعتبروا الحق عار في العائلة فهذا هو أصعب نقطة أني كيف ممكن وطبعا هذا الشيء نحن متفهمين في البيئة الشرقية صح والاعتبارات الاجتماعية هامة جدا والمظهر الاجتماعي أمر جدا هام صح فأنا طبعا متفهم لردود الأفعال وكانت مقتصرة أني العتاب الشديد والتعبير عن الألم وهذا أمر شكل ضغط نفسي صح الثمن اللي بعتبره هو طبيعي لكل مشاركين قناة الحياة أني أحيانا نمط الحياة الشخص بالطر يغير فيها صح ممكن يفضل يتجنب بعض الأماكن المزدحمة أو تواجد جاليات عربية بكثرة يعني بمعنى أحيانا الشخص بالطر يغير نمط سلوك معين في حياة اليومية وهذا طبعا بيعمله نعمة صعوبة صح صح فإذا هذا كمان بيصير أمر يومي أني الروتين الحياة أصبح غير مرن صح صح فالتوقع هو ولكن هذا أمر مفهومة متفضل أخت فرح أني بمعنى لكل تلمزي في إلى ثمن صح بمعنى لا يوجد تلمزي مجانية أو تبعية للإيمان مجانية بالأخير الشخص مثل ما أقول لابد أن يكون عنده استعداد لشركة الآلام بمعنى مو فقط هو يستمتع بالإيمان الإيمان يحتاج إلى التضحية والشركة شركة الآلام صح صح أكيد أكيد وبأتقد هذا الشيء الذي دفعناه أنه لا يفعل شيء أبدا أمام آلام الصليب أكيد أكيد متفقى معك أكيد أخت مارينا الحقيقة يعني هو يعني بشوفه أن ربنا بيهيأ الإنسان في مراحل عمره يعني أنا خرجت من مصر وأنا يعني صغيرة جدا نوعا ما انفصلت عن أهلي سنين طويلة صح فالغربة نفسها وبتتأقلمها لحياة تانية نوعا ما يعني طبعا كلنا بنحب نشوف أهلينا وننزل بلادنا وكده لكن طبعا نازم هيكون طبعا أن أنا مش هنزل مصر تاني أبدا واو وهشوفهم طبعا من خلال البرامج اللي بتكون على التليفونات والحاجات دي لكن ده هو الحاجة أكتر أكتر حاجة أن أنا طبعا مش هنزل بلادي تاني واو مش هشوفهم عيانا كده مرة كمان لكن أنا بقول أن ربنا كان بيهايئ الواحد أنه هو لما بتبعدي فترة بتغذي أن أنت بتبعدي صح لكن كل ده يعني إحنا بنشوف أن تلاميذ المسيح كانوا بيعمل قوي كانوا بيروحوا بلاد تانية وبيتغربوا صح وبيتعذبوا وبيتطهدوا من أجل أن الكلمة تنتشر وتوصل فأنا فخورة جدا أن أنا في كمانات الحياة بجنز وأن ربنا بيستخدمني وبيستخدم كل فريق العمل ومهما قلنا يعني أنت حاجة رخيصة جدا قدامت للمسيح دفعوما يسوع أحلى ويسوع أغلى وربنا كمان بيعوض يعني ربنا بيعوضنا أهلينا بيعوضنا إخواته بيعوضنا أمهاته بيعوضنا فعلا عائلات من ترك منكم أب أو أم نعطي يعني نعوضه صح صح الأستاذ محمد المسيح هل كان هناك ثم أمر مختلف لا أنا أمر مختلف كذلك لأن أنا ما خسرته له لأن أولا ربحت بالعكس أنا ربحت واحد البلاسة اللي غن نوصل فيها الفكر ديالي واللي تعلمته يعني هو منبر صحيح وهذا ما متحش يعني ما لقيت حتى شي قانات اللي هي عندها الجرأة وعندها الشجاعة أنها تتكلم في هذا المواضيع فبالعكس أنا بالنسبة لي ما زال كان ربح وكان مشي يعني كان مشي للمغرب على الأقل لثلاثة المرات في السنة ما عنديش هذه الإشكاليات بالعكس حتى أنني شجعت اللي هما مهددين بحل الأستاذ حمد عبد الصمد أنه ينزل المغرب ويدير ويدير لقاء مع بعض الجمعيات الحقوقية وكانت المسألة رائعة وكانت ترحاب يعني في المغرب وكانت ترحاب في المغرب لا في صحفة المغربية تتكلمت ولا حتى في صحفة الألمانية تتكلمت على هذا الموضوع فبالتالي يعني قناة الحياة هي دعمت صحيح هذا النوع من تحديات لأنها قناة ديال تحديات صحيح صحيح فمن هذا المنظر يعني أكن قول بأن قناة الحياة أعطاتني رغم أننا في البداية يعني كنا محصورين صحيح داخل القبو الدراسات والأرشيف والمخطوطات الأشياء اللي هي ما غيمكن لكش توصلها قناة الحياة أعطاتك طلع المرة قناة الحياة أعطات صحيح أعطتني هذا المنبر اللي ما أعطت وليتشي قناة صحيح وأنا كنشكر كنشكر قناة الحياة من هاد والشكر موصول بس أنا كنت حابة نقول لكم أنا كمان ما قلتش على البدايات ديالي في قناة الحياة أنا بديت في 2016 في برنامج مغربي ومسيحي هذا برنامج يعني هو مخصص للمغاربة كنتكلم للمغاربة كنقوله أنا مسيحية تقافتي كمسيحية وإحنا ممكن نعيش مع بعض كمغاربة مسيحيين مسلمين لا دينيين أنا نقدر نعيش مع بعض بالنسبة للتمن نقدر نقول أنه ما كنشوفش تمن اللي هو كبير اللي نقدر نقول واو مأثر في الحياة ديالي طبعا كما قال الأخ مالك كتغير الحياة كتغير مثلا أنا كن يعجبني دايما ننزل على السواقة السوق البلدي السوق البلدي المغربي فهذه من أفضل الأماكن الصناعة التقليدية والألوان والجلد والخشب فهذه كانت من أرواع الأماكن اللي كنحب أن نمشي لها للأسف طريت أني ننقص أو حتى بزاد المرات كندير أشياء لين بش مينبانش لأنه تعرضت قبل واحد الموقف في المغرب فحاولت دايما أن نقص من الأشياء مع القول دياله الأشياء كاملة حتى حاجة ما كتبان قدام يسوع إلهنا حلو ومهما يعني أنا دايما عندي شعار في مغربي ومسيحي كنقول مع المسيح تلموت وفعلا مش بس كلام هذا مش كلام ولكن للموت مع المسيح تلموت إلى الموت تلموت تلموت أنت اليوم في جلسة مغاربية على شرقية لما أنا حبيت أعرف أنا كبير طبعا طبعا أنا أقولك تلموت تلموت إذا دخلت إيه في تلموت طب سؤال اللي كيجي لبال ديالي أنه قناة الحياة بدأت في 2003 وهذا التاريخ كان لازم يعني هذا النوع من القناة تولد في العالم العربي ومش فقط في العالم العربي ولكن تمتد إلى أي مكان موجود فيه المسلمين في رأيكم علش كان ظهور قناة الحياة بدك القوة ودك الرد الفعل ردود الأفعال لدارتها في 2003 وما إلى ذلك شكرا عنده الجواب يعني أنا شايفة لما طلعت قناة الحياة كان لازم حاجة تكسر الردم بتاع كله خايف كله ساكت ومحدش يقدر يكلم لا ما تنسيش أن مدير قناة الحياة هو من خلفه إسلامية وجريء وشخصية جريئة جدا رأس المدفع وبيحب المسلمين وإحنا نتنن هنخاف ليه إمتى؟ صح لا إحنا هنقول الحق المسكوت عنه صح جوه الكتب صح اللي خايف الشيخ يقوله للعامة واللي المسحيين خايفين يقولوه عشان لأ هنطلع صح يعني فعلا أنا فاكرة اليوم ده خلاص هنطلع يعني هنطلع ودي أنا بشكر مديرك يعني من خلاله بقوله كل سنة وانت طيب وتعيش يا رب ونحتفل كلنا بقناة الحياة صح فدي أنا يعني شايفاه في مدير قناة الحياة مقدام صح وخد الخطوة ودي موهبة ربنا أعطاه له صح فيعني ربنا يبركه ويبارك كل العاملين في قناة الحياة صح صح أكيد أكيد وكانت رؤية رؤية من طرف من طرف الإدارة أنها إدارة قناة الحياة طبعا أنها ترمي واحد الحزار في البركال اللي كانت راكدة وخصوصا لما كانت قبل من 2003 صح كانت هذك الإشكاليات اللي كانت واش داعيش مسلمين كان هذا هذا 11 سبتمبر هذا السبتمبر كذلك كانت من الأشياء اللي هي عجلة بولادات مثل هذه القناة صحيح صحيح وشيء آخر أنه الشيوخ بدأوا يحاولوا يلمعوا الصورة الفكر الفكرهم على أساس أنه لأ هذوك ما ما فهموش الإسلام ما فهموش القرآن بالعكس لما كتدرس السلوكيات ديالهم والجرأة ديالهم ديال ذلك الناس كتلقون فعلا أنهم ما خداوا شي حاجة من غير تفسير ديال القرآن أو الأحاديث إذن هذوك نتاج نتاج ديال ذلك الفكر هذا فبالتالي أنه كان كواحدة مجموعة كبيرة من خلفية إسلامية بغاية تعطي رأيها و تقول بأن لا لكيين هذوك الناس كان عندهم هذوك عندهم هذوك الفكر وكان موجود منذ القادرة وهذه المجموعة هي خرجات من ذيك البركرة كده اللي قلت هما نقدو روحهم من هذوك المكانة وعندهم يعني مدركين وفاهمين المجال اللي بتكلموا فيه مجال العقيدة ديال هم مجال ولكن ظهورها كان في وقته توقيت الله في كل شيء وقت صح هذا هو الشيء الجميل في نجاح هذه القناة صحيح صحيح أنا مرات إحنا بالدرجة كنقوله ما يشكر العروسة غير أمها وأختها إحنا طبعا إحنا كنقوله ماذا صنع الله من خلال قناة الحياة وكنقوله بالفعل لماذا قناة الحياة هي مميزة وعملت الفارق أنا دايما عندي فكرة بقول يعني ما قبل قناة الحياة في الإعلام العربي وما بعد قناة الحياة في الإعلام العربي لأن قناة الحياة كانت هذا المفصل اللي شال الحجاب وصار كله وحتى الجرأة طبعا يعني بصراحة يعني جرأة أنا أعتقد أنه جرأة من عند الله أنه كل واحد اختار أنه يطلع ويتكلم على تعقافة على عقيدة اللي هو كبر فيها وهو نشأ فيها هذا في حداته الشجاعة وهذه الشجاعة ما يمكنش تكون هيومن ما تكونش إنسانية هي شجاعة من عند الله صحيح أنا ممكن أحط مقارنة طبعا ليست دقيقة ولكن مشابهة معينة في الإعلام العربي السياسي أول قناة دخلت في إعلام السياسي وفتحت المواضيع بشكل جريئ هي قناة الجزيرة وكانت مفاجأة في الحقيقة لما بديت تتبث عبر وسائل الأقبار الصناعية فجميع كان مندهش أن ما هي القناة الجريئة التي تناولت هذه المواضيع السياسية وبقى سنوات وبعد ذلك بديت قنوات أخرى تقلد أو تحاكي قناة الجزيرة ولكن لحظت أني رغمني صار قنوات كثيرة كالعربية والحرى وما شبه ولكن ما زال الريادة لهذه القناة التي اقتحمت ميدان السياسي صح في العالم المسيحي أيضا القناة الحياتي هي أول قناة تدخل في ميدان النقاشات إسلامية صحيح وهي كسرة محرمات كانت أكيدية مفاجأة كبيرة حتى أنا شخص من خلفية لا دينية سابقة بالنسبة لي لما أبس كنت أستماكت أتفاجأني يعني شو هات جرة الكلام صحيح أقول أني في ناس قادرة تطلع في هالطريقة تتحدث توثق تحكي في هالطريقة فإذا كسرت محرمات كبيرة وبقي لها الريادة إلى الآن الآخرين حاكوها وقلدوها ولكن الأصل بقيها والأصل في الأمام يعني كل الآخرين وراء صحيح في نقطة صغيرة ممكن أقولها أسأل بس الأخي مالك أخذ دورك في كاتري الأخي مالك قال أنا من خلفية لا دينية بس أنت اسمك مالك يعني إيه لا دينية يعني أنت مش مسلم سابقا لا أنا كنت مسلم الماليود والطفولة حتى عمروا معين تركة الإسلام أوكي عشان أفهم بس القصة دي فأنا إذن كنت مقطعا الإسلام قبل المسيحية ففي مرحلة الوسط كنت في مرحلة ملحد يعني لا ديني أوكي فعندما كنت أستمع يعني وكان عادي نفس النقاشات في القراءات أما يكون في وسائل مسموع ومشاهدين فأمر كان مفاجئ جدا هذا الشيء كان هذه ثورة في الحقيقة كانت في الأعلام يعني هذه ثورة والفضل الآن في جميع تقريبا القلوات تريد أن تتناول المواضيع الإسلامية الحساسة الفضل في إطلاق هذه الثورة لقناة الحياة صح وفي حاجة كمان لما كنا مثلا إحنا كاف مصر نشوف واحد بس بقى مسيحي إحنا كمسيحيين واحد تحول من إسلام المسيحي طبعا بيكون في طر ديق جدا في الخفاء في خوف في كل حاجة صح فلو قلنا أن في عابيرين محدش كان بيصدق صح يعني عضي صحك آه معقولة يعني فيه واحد مسلم يسيب الإسلام قناة الحياة قدمت عابيرين كتير جدا واختبارات كتير جدا بقى دلوقتي كلمة عابر ومتنصر وترك الإسلام بقيت شيء عادي جدا في الوطن العربي صح 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 أكيد أكيد يعني فيه كتير مرات مثلا إحنا لما نقول قناة الحياة وبنشوف كيف أنا الله استخدمها أنه تجيب كتير عابيرين يعني قناة الحياة ما كانش الغرض منها بس أنه تناقش الكتب الأخرى وتشوف ماذا ذكر في الكتب الأخرى والأشياء لا كان أكثر منها أنه كمان تجيب المسيح للناس والناس بتآمن وحتى فكرة أنا أعتقد لما لما نلاقي واحد صار كان مسلم وصار مسيحي من الواجب علينا أنه إحنا يعني نتلمد صحيح فحتى قناة الحياة أخدت يعني مجاري أخرى بتقول برامج مسيحية صح صح مش بس يعني برامج أنه ما تنتبين العقيدة الإسلامية أو تبين عقائد أخرى لا يعني حتى التلمذة والتعليم والإيمان المسيحي وكمان بس كنت حابة نضيف أنه قناة الحياة كانت كمان رائدة حتى في المنشورات في الكتب في الإنتاجات يعني تقريبا هي قناة أكاديمية من التراز الأول صح يعني ما فيش مقدم برنامج صح غير لما بيكون معاك كتاب مش بيتكلم من نفسه أو عايز يشوه أو بيبقى معاك كتاب ويقول للمشاهد راجع ورايا صح ودور ورايا يعني التوابط والمراجع كل برنامج بيقدم المراجع بالدليل والبرهان علشان إحنا هدفنا حب الإخوة المسلمين وهدفنا أنهم يعرفوا الحقيقة ما يكونش متحوك عليهم صح في نقطة أختي إيمان تذكرتها دلوقتي هل هي قناة الحياة اللي جاء خلي المسلمين بس اللي يعرفوا الحقيقة المغفية عنهم لا المسيحيين استفادوا كتير جدا جدا لأن في كده صور ما بين المسيحيين والمسلمين صح المسيحيين في عقيدتهم وعملين بيدرسوا في عقيدتهم والمسلمين واخدين دور أنهم فاهمين في المسيحية وهم ما يعرفوش حاجة خالص في المسيحية وبرضو بيهجموا المسيحية فدي برضو قناة الحياة وضحت للمسيحيين المسلم بيفكر فيهم إزاي وفي نفس الوقت بيعرفوا صوري المسيحيين دلوقتي بقوا بيعرفوا أكتر من المسلمين في الإسلام أكتر من المسلمين صوري يعني دي برضو كانت دور لقناة الحياة طبعا طبعا أنا قدر نقول أنه قناة الحياة كانت بتشكل ولازالت تشكل تحدي للمسيحيين وللمسلمين يعني بتتحدى المسلمين في إيمانهم وبتتحدى كمان المسيحيين في إيمانهم في كتير مثل المسيحيين بالولادة ولكن ما عرفوش الرب ما آمنوش ما اختبروش حضور الله في حياتهم قناة الحياة بترفع التحدي حتى في حياة المسيحيين مش بس المسلمين أنا شوفت ناس كده قالوا إحنا تعلمنا وعرفنا المسيح من قلال قناة الحياة صح 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 وقابلوا للرب في حياتهم هما مولودين تصوري كانوا بيقولولي إيه يقولولي ده إحنا كنا فاكرين أن الإسلام هو من نفس الإله تصوري لما ابتدوا يتفرجوا على البرامج قالوا إحنا عرفنا وسلموا حياتهم للرب طب هل تحضر أي واحد فيكم يعني شي قصة طريفة صارت معاكم أثناء تصوير بعد التصوير حد بعث لكم شي أو أي حاجة يعني إحنا ممكن نشارك قصص مع عبرين يعني أنا مش عايزين ننكد عايزين حاجة فريحي نضحك شوية أنت عايزة أني طريفة فيه نحن نحتفل عشان نحتفل أنا بالنسبة لي بقلي طبعا رسائل مابين شتايم أجيب الحدني وشتايم جامدة قوي يعني بس يعني الشتايم مش بتلزق يعني اللي بيشتم هو اللي بيكون غلطان تلزق فيه وما بين فعلا رسائل بتجيني على الخاص بتقول إحنا أخت فرحة إحنا قبلنا الرب صح ومحتاجين نتلمس وعايزين نتعمد ونعمل إيه عشان نكون مسحيين صح بتجيني رسائل كتير طبعا أنا الحاجة الطريفة اللي بتحصلي دايما على طول طول الوقت فاكريني كنت مسلمة حتى في شيخ مطلعني يعني ينتقد الكلامي وكده قال المناصرة اللي كانت مسلمة يا عمي أنا مكنتش مسلمة بقا أعمل ده طول الوقت يعني بقنع فيهم إن أنا مكنتش مسلمة مش مقتنعين أنا الأشياء الطريفة اللي بتصير معايا في لما بكون بصور وانا بصور بعمل أصوات في أشياء زي اللي بيعمل المونتاج بيقول لي يعني حاخد ده وحنزله فبهد يعني بنضحك يعني بس مرة يمكن مرة نزلت حاجة زي كده في اليوتيوب واضحكت ولا شيل 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 فده بعد الترائف اللي بتصير معنا وإحنا بنتجل وإحنا بنشارك يعني الناس إيماننا أنا الوحدي مش بعمل حاجة لكن أنا فرحة ساعات كتير يعني منقف التسجيل بنقف بقا ضحك على طول مثلا ممكن تلك نحرط بقوتنا بالزبط نضحك كتير واللي بيصور يعود يضحك واللي مقفل فممكن نقعد تلت ساعة مش عارفين نبطل ده أنا كانت طريفة حصلت معي أثناء تصوير مع الأستاذ حامد عبد الصامد الأستاذ حامد عبد الصامد هي طريقة طريقة يعني بنوع من السخرية لأنه هذا النوع بيخلي أنه المشاهد أنه ينتبه ينتبه فكان هو وقد هذه الطريقة في تقديمه فكان أثناء تصوير حكا قال أنه القرآن حاجة بتاعة ميكي ماوس أو فأنا وقفت ولكل لا يعني أنه إحنا الآن في مجلس علمي نحكي فيه عن موضوع علمي فما يصحش أنه يعني يستهزئ بهذه الطريقة احتراما للمشاهدين لأنه معظمهم وأنا متأكد من هذا أنهم مسلمين منهم أهلي طبعا فالتالي يعني إحنا عايزين نوصل الرسالة يعني المعلومة المعلومة بطريقة علمية أكاديمية ما فيهاش صح صح واخدت على أساس أنه يعني رغم أنه قالوا أنه أستاذ محمد المسيح ما عندهش مصداقية لأنه بيخدم أجندة هذه الأجندة المسيحية وأساس داته وكلهم مستشرقين فبالتالي ده ما عندهش مكان في المجالس العلمية صح صح لكن في الموضوع ده فيه ناس اللي احترمت صح هذه الخصوصية وقالت لا الراجل ده هو فعلا حابب يوصل صح ما أخفي من 1200 سنة على المسلمين وحتى سوري يعني حتى لو كان يعني مثلا ما فيش ما فيش منابر تانية عندها الجرأة أنه تأخذ المادة ديالك وتقدمها وتقدمها للمشاهد دياله وإحنا مثلا نرفع تحدي لو في حد عنده الجرأة يقدم المادة ديالك الإشكالية يا أخت إيمان أنه الموضوع يعني أكبر من الحجم اللي بتتصوره لماذا؟ لأنه مثلا من 6 سنين في 22 أغسط أنه كان كنت حطيت يعني مقال حول موضوع مصحف مصحف عثمان اللي هما في مصر كانوا عمليين له حفلة وزارة التقافة المصرية هي اللي قدمت الموضوع ده وحكيت على أنه المصحف ده ليس ليس هو مصحف عثمان نظرا لعشرات الإشكاليات أكبر إشكال فيها هو أنه مكتوب بالخط الكوفي يعني هما عاملين حفلة وانت ريبتين يوم الحفلة فبعد 6 سنين بعد 6 سنين بعد 6 سنين لا زال المقال موجود على صفحة صفحة الوزارة التقافة المصرية فأنا استغربت لا زال إصرار على أنه هذا المصحف والآن يعني معظم المتقافين للمصريين ولا المسلمين يعرفون جيدا أنه هذا المصحف ليس هو مصحف عثمان بتحكوا على العامة يعني هما بيستغلوا جاهل العامة عشان يدعموا فكرة أنه القرآن محفوظ وإحنا معنا مصحفة صفحة ما هو هذا قناة الحياة الصوت الصارخ في البرية أيوة بالصبت يعني أعدوا طريق الرب برية الأكاذيب وبرية الجاهل وبرية طبعا فقناة الحياة هي اللي طبعا وقناة الحياة على فكرة حتى مش بس المتكلمين باللغة العربية هل يعني قناة الحياة امتدت إلى ما هو العالم العربي ما وراء البحار ما وراء البحار يعني لكل مكان موجود فيه أي مسلمين وعقيدة إسلامية قناة الحياة لغات بيه اللغات يا إيمان في الأسيوية هذا الباكستان والإندونيسيا والتركيا والفارسي في كثير لغات وفي كثير على فكرة في كثير برامج حتى برامج قناة الحياة هل لا تترجم بزر عاملالي برنامج أنا ومالك بنتكلم أندونيسي فارسي أنا استغربت أنا أنا بتكلم فارسي أيها كده يعني شوفي المجهود اللي بتعمله قناة الحياة صح صح لأنه الاحتياج كتير لأنه الاحتياج كبير وحتى لما قلنا فكرة بداية قناة الحياة في 2003 وظهور الفكر الوهابي ظهور القاعدة ظهور تطرف الناس محتاجة تسمع أنه لا هناك رأي آخر لا هناك أمل وفي حتى مسلمين بسطاء يعني البساطة الإنسانية اللي فيهم ترفض هذا الفكر بس مش لقين حل بس هم يقولوا هذا لا يمثل الإسلام ويريحوا ضمرهم زي ما الشيوخ مثلا في الأصهر تطلع تقول هذا لا يمثل الإسلام طب كفر داعش لا مش أكفرهم طبعا بس في نفس الوقت العامة كلهم بيقولوا إيه لا ده مش الإسلام مستحيل يكون هو ده الإسلام لا هو ده الإسلام عشان كده اللي في الكتب بتجيب من الكتب ومن المراجع القناة الحياة زاحت السطار صح 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 اللي قدمت الأخ مالك كذلك قدمت بعض الكتب اللي من خلال قناة الحياة ممكن تشاركنا نعم أختي بي إيمان أنا شاركت في بعض المنتجات العلمية لقناة الحياة طبعا البعض المنتجات أنا ليس لي دورا ولكن يمكن يكون حضرنا معنا بعض الأشياء لافتة للنظر موضوع يخص المرأة في الإسلام دراسة خص المرأة هي منشرة في كتاب ثم نشرت في كتاب خاص متوفرة أصبحت في كل مكان من الكتابات الأولى اللي بتعتز في قناة الحياة هي ما يسمى أني الشهادات المتنصرين في أنا كتاب أو كتاب صغير بنات إسماعيل شهادات عن نساء مسلمات تحولنا إلى المسيحية وهي طبعا فرصة أحيانا الشخص لما يقرأ هاي الكتب بتشدد إذا بشر بحل الضاف إذا كان شخص مسلم بتشدد تحول إلى المسيحية إمرأة مسيحية تشعر بالضاف أيضا تتشدد صح هذا كان من الكتب الأول الأوائل صح هي اختباري أكيد شددتي كثير من الفتائيات مسيحيات والمسلمات فضلا أنا أولاد إسماعيل أيضا من الأوائل اللي يوجد فيه شهادات بخصوص شبان أو رجال تحاولوا إلى المسيحية وطبعا هاي الشهادات تشترك بالشهادات اللي اليوم موجودة حاليا بمعنى التضحيات الألام الأمل الحياة النور صحيح قناة الحياة أيضا مجموعة الحاضرين البعض والحاضرين والبعض غير حاضرين اشتغلنا على كتاب هذا عمل كان جمعي الإسلام على العقيدة والتطبيق هو في الحقيقة ربما يكون من أفضل الكتب لأنه كتاب سهل متوسط وهو الشامل جدا يتناول مواضيع مختلفة بدءا من شخصية محمد تاريخ نشية الإسلام المرأة في الإسلام القرآن ما هو القرآن تاريخ القرآن موضوع التقية موضوع موقع أهل الزمي في الظل الإسلام هذا بس نماذج لأنه فيه كتير كتب لسه يعني موجودة الكتاب يوجد كتاب القرآن تحليل بيان صدر إلى الآن في اللغة العربية جزءا وفي اللغة الإنجليزية ثلاثة أجزاء هذا متأليفكم نعم متأليف مشترك جزء الأول والثاني متأليف مشترك والثالث أيضا هو لم يطبع بعد يوجد أيضا في اللغة الإنجليزية ترجم إلى اللغة الإنجليزية فبالمناسبة يعني هذه الأعمال هي تكتب للزاكرة وللمعرفة الدائمة يعني هذه الأشياء ممكن بعد 50 سنة وربما بعد 100 سنة دائما البحث يحتاج الرجوع له هنا قناة الحياة قدمت أطحيات في سبيل توفير الدعم المالي لإصدار هذه المنشورات هذه الأشياء قد لا تعود بالربح على قناة الحياة بلا شك بالمفهوم الاقتصادي بالمفهوم الاقتصادي قد تكون هذه خسارة ولكن المفهوم الروحي المعرفي هي مكسب لماذا؟ لأنها سوف تكون للأجيال القادمة على مدار عقود وعقود يعني نحن اليوم بعد 200 سنة ما زلنا نقرأ كتاب باللغة الألمانية عن طريق القرآن إذن يوجد كتب تعيش مئات السنوات صحيح فهذا الكتاب سوف يبقى لأجيال كثيرة صحيح كتاب الآخر الذي يشتغل عليه الأخ محمد مسيح إلى وحده مخطوطات القرآن أيضا من الكتب ربما المبتكرة في العالم العربي صحيح وربما يكون هو أول كتاب سباقة صحيح في اللغة العربية يعالج مواضيع المخطوطات كمقدمة نخدية وكثيرا طبعا من الباحثين الجادين أثنوا على هذا الكتاب ويوجد ثناء كبير من الباحثين المختلفين إن كان لدينا وقت أسفنا صح ممكن أن يحدثنا فيما بعد الأستاذ محمد مسيح آخر كتاب هو عمل خاص فيني هذا جديد نعم محمد ما قبل محمد وصدر منذ أشهر قليلة لازم نشخ لي نعم عنوان الكتاب محمد ما قبل محمد أنا عايزة من نشخ أيضا هذا الكتاب كمان هو قراءة لتاريخ شخصية محمد من الفترة الطفولة إلى فترة ما يسمى الدعوة تعتمد أيضا على مصادر مختلفة إسلامية وغير إسلامية أجنبية بكثافة ولكن الهام في الموضوع أيضا هذا أخذ وقتا طويلا إسوة بالكتب الأخرى وبدون طبعا الدعم الكبير التي وفرته قناة الحياة لا يمكن إنجاز هذا الكتاب ولا الكتب الأخرى برغم أني أيضا الهدف بدنه هو تقديم معرفة للمستقبل صحيح صحيح وكذلك يعني هذه الكتب هي مراجع ممكن لأنه معظم هذه الكتب هي حلقات كانت قدمت في قناة الحياة في أثناء اللقاء يعني نزلت كبرامج بعض من منها نزلت كبرامج نعم لأنه المشاهد يريد كذلك المصادر هذا يعني ضروري أنك تقدم صحة المعلومة تأتي منك لأنه الفيديو أو يعني كما قال أخ مالك لن يعيش مئات سنين لأنه نحن بنعرف تكنولوجيا تتطورت في المستقبل يعني أكيد أكيد رح يكون كمراجع لله صحيح هي كتب معظمها يعني قناة الحياة يعني عندها العديد والعديد يعني إحنا ممكن دعم كبير ما يكفيناش أنه فعلا نعطيها حقا لكل ما عملت خلال هذه العشرين سنة بس كنت حبا أن نوه على شيء أنه صحيح قد يظهر أنه إحنا بنتكلم كثير على إسلاميات وفقط لأنه طبيعة الحاضرين معانا من مقدمي البرامج تخصصهم إسلاميات وأكيد في البتل اللي جاي كمان أو اللي رح يسبق نشوفه كيف رح يكون الوقت حيكون فيه كمان مقدمي برامج تانيين متخصصين بالمسيحيات أخت فرح أنت كمان قدمت برامج أنا قدمت برنامج صغير كده المسيح هو الحل بس الحقيقة ما كملتهش بسبب ضغط الخدمة علي كتير وأنا اللي بعد وبعمل كده يعني ما قدرتش أكمل لكن أنا بشكر ربنا من أجل المقدمين للمسيحيين أنا بتعلم كتير مسيحيات في برامج مسيحية في قناة الحياة رائعة أنا اختياري كان دايما أنه نتكلم على المسيح نتكلم على ما صنع المسيح من خلال مغربي ومسيحي اختارت أنه ما نخدش في الإسلاميات مش لأنه طبعا هذا مش ضمين ما بعرفش فيه ولكن أنا بعرف في المسيح وفي حياتي مع المسيح وشو عمل المسيح معايا وحب نقدم هذا المسيح للناس ويعرفوا كمان ماذا صنع الله في حياتنا وهي مواهب مختلفة كمان يعني مش كل واحد يقدر يتكلم إسلاميات مش كل واحد يقدر يتكلم مسيحيات صح صح رائع بي نكمل بعض صح أكيد إحنا الوقت شارف على كان وقت جميل على فكرة مش ملحقين على المعلومات اللي حابين نشارف مش ممكن يعني البس يقعد ساعتين كمان بس فيه قبل ما نعمل حاجة مع بعض حابة في الأول نقول أنه لو كل واحد فينا يشارك المشاهدين دياه ولوله لأن كل واحد فينا عنده متتبعين خاصين بتعطيهم كلمة تشجيع قبل ما نمر على الحاجة اللي جاية من بعد أنا عايزة أقول للأعزاء المشاهدين إحنا أخوات المسلمين بحبكم بشكل غير عادي وما تزعلوش إحنا بنقول من كتب إحنا بس هدفنا إنكم تروحوا السماء ما تروحوش في حتة تانية ووصل رسالة لأهلي بقولهم برضو حتى لو أعطوني أنا بحبكم وصل رسالة للتيم بتاع قناة الحياة بقولهم متشكرين جدا الرب يستخدمكم معايا بالنسبة للمشاهدين أنا واثق من أمر واحد أن أي مشاهد عنده انفتاح سواء كان مسلما أو مسيحيا أو لا دينيا يعرف أني قناة الحياة مصدر موسوق للمعلومة بإمكانه أن يسمع المعلومة وهو مطمئن قد يكون عنده اختلاف مع رؤية قناة الحياة ولكن يعرف أني لها مصداقية لا يمكن أبدا نكران ذلك صحيح وأنا بالنسبة للناس اللي بتشوفنا أنا عايز أقول لكم دلوقتي عصر الانترنت الكتب زمان كانت غالية جدا ومش كل بيوت المسلمين عندهم كتب ولكن دلوقتي التليفون في كل الكتب صح فأنا بقول لكم إحنا بنحبكم ورجعوا ورانا وإحنا عايزينكم معنا في السماء ويكون لك حياة أبداية بإسمي أسواء أمين بالنسبة لبرنامجي تاريخ مبكر الإسلام فأنا بحيي كل جمهوري وجمهور قناة الحياة الواسع فأقول لهم أنه أنا بأمانة أقدم هذه المادة لأهلي في الدرجة الأولى وبقدمها بكل إخلاص ومحبة ليس لأي كما يقولون بعض أنه خدمة أجندة أو شيء لكن أنا أريد أن أقدم هذه المادة لها للأسف لا توجد على الساحة فأشكر قناة الحياة من هذا المنبر وكذلك أشكر الجمهور جمهور قناة الحياة على اهتمامه بهذه المادة وبكل المواد التي هي معروضة صحيح وأنا كذلك أشكر كل المتابعين برنامج بغريبي ومسيحي أشكر لكم شكرا لأنكم كنتوا أوفياء معنا من الأول إلى الآن شكرا لأنكم كتدعمونا وتشجيعاتكم بغيت بس نزيد نضيف أحد الإضافة حضراتي في البال ديالي حاليا أن أقدم برنامج قدم أو أول برامج التي قدمت على قناة الحياة كان برنامج جويس ماير وتذكرتوا لأننا مثلا في المغرب في أسر أسر كثيرة اللي أجوا للإيمان من خلال الأخت جويس ماير لدرجة أنه لما كانوا يسمعوا الدبلجة باللغة العربية كانوا يفكروا أن الأخت جويس ماير تكلم عربي فده كان من الفواصل يعني اللي عملت نقلة في حياة الناس كثيرة في شي دابا سوربرايز وإحنا في المغرب عندنا بنقول ما فيش احتفال من غير من غير قطو من غير طرطة من غير كيك فهي حاجة جاية في الطريق ولا لسه مش عارفين وإحنا مجتمعين مع بعض لازم نطف الشمع عارف لازم نقول هابي بيرد دي آآ آآ طبعا أيد ميلاد قناة الحياة أيوة شكرا شكرا أيوة أيوة أنا حاكل النص طرطة طب أمنياتنا للسنة للعشرين سنة الجاية لقناة الحياة أنا بتمنى فعلا تستمر ويبقى فيه برامج أكتر وأكتر نور تبقى نور للعالم أمين لكل الناس المسيحيين والمسلمين وربنا يبارك فيك وكلكم أخبارك أمنياتنا أني عشرين سنة طموحنا على الأقل مئة سنة بمعنى بعد أجيال من وجودنا على الأرض ممتاز أنا بتمنى قناة الحياة الاستمرار وكل المعدين وكل اللي ورا الكاميرات اللي مش بتشوفهم والناس اللي هي أصلا مش متشافة خالص أنا بتمنى الكل ربنا يستخدمه المكد اسمه وتستمره بقوة وناس كتير كده تعرف المسيح عن طريق قناة الحياة آمين وأنا أقول لقناة الحياة سواء كان إدارة أو العاملين عليها كل سنة وانتوا طيبين وشكرا على اهتمامكم وعلى الدعم الكبير اللي تلقيته أنا شخصيا وكل الأخوة والأخوات فتحية وأتمنى الاستمرارية لهذه القناة عشرات السنين وسنة سعيدة قناة الحياة وحافي بيرد داي وفرحانين من أنه رب أسمح أن نكون مع بعض هذه الجلسة أحدت عشرين سنة أحدت عشرين سنة الدعم اللي ربنا بيدعم هون عشان نكمل صح في عطش كبير في برة يعني الواحد عايش مرتاح جوا بس برة في عطش كتير وناس طالبة الماء الحي الماء الحي والمسيح هنطف الشمع ولا نعمل شاي طب جينا على آخر آخر هذا الوقت الرائع مع بعضنا البعض نشكر رب لأجل حضور كل واحد فينا وكل واحد فيكم ونشكر رب على البقية للبرنامج اللي حيكون لايف وخاص هذا النهار شكرا لكم متابعينا واستمتعوا معنا احنا هنأكل طرطة بس نفسينا نأكلها لما سنعملي باي رب معاكم باي شكرا شكرا